موسيقى ومباشرة لنا من عمان نذهب إلى السيد ساركيس تشوبريان وهو حل الأسواق العالمية في مجموعة equity group مرحبا بك سيد ساركيس نتحدث عن خطة التحفيز الاقتصادية أيضا البيانات التي كانت نوعا ما مخيبة للأمال فيما يتعلق بها الوظائف الأمريكية أيضا ضغطت على الدولار وبالتالي كيف سوف تتعامل معها الأسواق خلال هذا الأسبوع بالفعل خلال الأسبوع الماضي سهدنا عدة بيانات اقتصادية رغم أنها أظهرت استمرارية النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي لكنها أيضا أثبتت بأن هذا النمو والتعافي الاقتصادي أخذ بالطباط فبيانات الوظائف الأمريكية أظهرت بالفعل انخفاض البطالة من 6.7% إلى 6.3% لكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى بأن مستوى 6.3% يعتبر مرتفع جدا وهناك أرقام أخرى أيضا يجب النظر لها وهي أرقام معدل نمو الأجور في الساعة التي انخفضت والتي انخفضت من مستوى الواحد في المئة إلى 0.2% إلى جانب الأعداد المتواضعة للوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية كل هذا أيضا رافقه معلومات بأن أعداد العاطلين عن العمل لفترة تزيد عن 6 شهر ارتفع إلى 39.5% وهذا الارتفاع أوصله إلى أعلى مستوى وصل له الاقتصار خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008-2009 كل ذلك يثبت لنا بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة بالفعل لمزيد من التحفيزات فكل النمو الاقتصادي الذي شهدناه خلال الربع الرابع وأيضا الربع الثالث الماضي من عام 2020 كان بفعل خطة تحفيز هائلة إن كانت من الحكومة الأمريكية التي ضخط ما يزيد عن 4 تريليون دولار والفدرالي الأمريكي الذي ضخط تريليونات من الدولارات أيضا والآن يجري الحديث على حزمة تحفيزية جديدة مقدارها 1.9 تريليون دولار والأسواق المالية هذا الأسبوع ربما سوف تراقب بدقة أي تطورات بخصوص هذه الحزمة التحفيزية لأن هذه الحزمة تعتبر بالفعل مهمة جدا للاقتصاد الأمريكي فرغم أن الأرقام الظاهرية تبدو جيدة نوعا ما لكن في نفس الوقت باطل الاقتصاد ما زالت ضعيفا وتحديدا في أسواق الوظائف وهذا ما أكدت عليه أيضا جانيت ييلن رئيسة الخزانة الأمريكية التي أشارت بأنه من المهم جدا الإسراء في خطة تحفيزية والتي يجري عليها النقاش حاليا فهذا الأسبوع قد نكون مع تأثيرات توقعات إقرار هذه الحزمة التحفيزية فصانعوا القرار في الولايات المتحدة لا شك أيضا بأنهم يعلمون الظروف الاقتصادية الداخلية ومدى أهمية الاستعجال في إقرار هذه الحزمة التحفيزية حاليا الأسواق المالية تراقب الحزمة التحفيزية والتي لا شك بأنها تؤثر على الدولار الأمريكي وكذلك على الذهب لكن هناك عدة مواضيع أخرى تؤثر في أسواق الذهب حاليا وأسواق المعادن الثمينة ككل من سالب 0.3 إلى 0.9% وهذه المستويات كما أشرنا تعتبر منخفضة حتى وفي الولايات المتحدة والبالغة 1.4% لكن هذه القفزة الكبيرة في التضخم على مدى شهرين تجعل العالم الآن ينظر بجدية إلى احتمالات الارتفاع الكبير في التضخم خلال الفترات المقبلة خصوصا وأن البنوك المركزية حاليا ربما قد لا تملك الكثير لتقدمه إذا ارتفع التضخم بشكل حاد خصوصا وأن الاقتصاد العالمي ككل ما زال بحاجة للتحفيز في ظل استمرارية جائحة كورونا وتأثيراتها حيث أن الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية التي اشهدناها خلال 2020 قد يلقي بظلالها أيضا على 2021 وهذا سيجبر البنوك والحكومات حول العالم للاستمرار في تحفيز الاقتصاد تحفيز الاقتصاد ماذا يعني؟ يعني ارتفاع في التضخم وإذا ارتفع التضخم فبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للنقد وهنا يأتي ضرب المعادن الثمينة والتي منها الذهب لكن الارتفاعات في أسعار الذهب بقيت نوعا ما محدودة وهناك بعض العوامل السلبية التي تؤثر على حركة أسعار الذهب منها تفضيل المتداولين التوجه نحو أسواق الأسهم على سبيل المثال وهناك موضوع آخر وهو ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حيث أن عوائد السندات أمر استحقاق عشر سنوات ارتفعت هذا الأسبوع إلى 1.18 أو أكثر قليلا وهذا ما حد من ارتفاعات الذهب لكن على المدى الأبعاد قليلا المخاوف التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للنقد قد تبقي على الاتجاهات الصاعدة للمعدن الثمين نذهب إلى النفط ساركيس طبعا هناك توقعات تمديد خفض الإمدادات هذا إضافة إلى فيما يتعلق بأبرز العوامل التي تؤثر على أسعار النفط الذي يستعيد مستويات تقريبا الستين دولار لأول مرة منذ يناير من عام 2020 ما هو الحال بالنسبة للنفط وكيف سوف يتأثر في كل هذه البيانات؟ أسعار النفط حاليا ترتفع بالفعل لنصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 هذا وسط توقعات ما تفضلت بأن تستمر منظمة أوبيك وحلفائها بتخفيضات الإنتاج خلال الفترة المقبلة ولا يجب أيضا أن ننسى التخفيضات الطوعية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لكن هناك متغير أساسي مؤثر في الأسعار ويساهم في دفع الأسعار للارتفاع لو نظرنا حاليا إلى منحنة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم سوف نلاحظ بأن متوسط السبع أيام انخفض إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020 ماذا يعطي آمال حقيقية بأن نشهد حتى ولو سيطر جزئي على الجائحة خلال النصف الثاني من هذه السنة؟ هذه الأرقام المتعلقة بمستجدات فيروس كوفيد 19 إلى جانب خفض الإنتاج من منظمة أوبيك وأيضا لا يجب أن ننسى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت كذلك انخفاض في المخزون كلها اجتمعت مع بعضها البعض لتدفع أسعار النفط نحو الارتفاع ومع توقعات أن نشهد بعض التعافي الاقتصاري في العالم هذه السنة فربما سنشهد مزيدا بالارتفاع في أسعار النفط لا أستبعد بين الحين والآخر بعض التصحيحات لكن حاليا الظروف الأساسية تتوجه للإشارة إلى أننا أمام احتمالية المزيد من الارتفاع في أسعار النفط السيد ساركيس ساركيس جبريان وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة كويت الجروب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضحات شكرا جزيلا لك على أسعار النفط شكرا جزيلا لك على أسعار النفط